عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا بمحافظة المنوفية إبراهيم أبو ليمون لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يخص المشروعات التنموية هذا وقد أشار المحافظ إلى استلام عدد من المشروعات بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ويستهدف البرنامج إقامة وإنشاء حوالي 1054 مشروعا من مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق فضلا عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وأيضا إنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقا لنموذج التأمين الصحي هذا وتبلغ تكلفة إنشاء تلك المشروعات حوالي 10 مليارات جنيها